موسيقى انا بنعمل سيميوليشن لحاجة حقيقية في الكمبيوتر بحيث ان هي تبقى محاكاية لحاجة واقعية البروجيكت اللي احنا شوفناه دلوقتي هو عبارة عن برين كمبيوتر انترفيس بمعنى ان انا لو عندي اشارات باقي اقدر اخدها من المخ ازاي اكتويت بيها او احرك بيها حاجة زي الروبكس كيوب بتعامل مع الواقع الافتراضي ده باستخدام ايديك في محاكاية للروبكس كيوب في الكمبيوتر وانا بقدر امسكه والعب بيه يحصل ان الكانددات اللي بيبقى واخد الاشارة من المخ بياخد الاشارات عن طريق اجهزة معينة الالكتروز اللي هي بتقرأ الـ EEG سيجنل أنا بقدر ان انا اسجلها باستخدام الهاتسات دي بقى نعمل بقى اناليسز عليها بعد كده بتدخل على صوفتويرز برضو بيتم الدزاين بتاعها وكتبتها في اللاب بمعلومة الطلبة لو قدرنا نفيل المسافة دي كلها بشكل اقوى بالجوريزمز احسن يبقى انا عندي زكاء اصطناعي او artificial intelligence اقدر في المسابل ان انا بعد كده اتحكم في حاجات كتير قوي واللي يخص اللعب دعا واللي مهم ليه البرستراتيك هاند يقدر في المستقبل يخليني اتحكم في مكانة او كلمة ماشين بالنسبة لي ممكن تبع طرف صناعي او whatever البرستراتيك هاند